الجامعة الكبير كان مفوّد في سمارة من قبل الخليفة المتوّقل ثم بناوه بعد أن ثم نقل عسم الخلافة من بغداد إلى سمارة كان المسجد أكبر في الأعلم الجامعة الكبير كان رمز على قاوة المتوّقل تحت حكومة المتوّقل أكثر من عشرون الكسور كانوا مفوّد وفقا للإستورية الخليفة رقب همار أبيض إلى أعلى البارج لكي نظرة إلى نحر دجلة وسهل السهرة هناك منارة لولبية واسمه بارج الملوية وهذا هو 52 متر من واهي جامع ابن تلون في الكهرة ومسلي عيد الشقر في دالس تكساس بعد مواراخي الفن يعتقد أن حيق الهرامة تثير من زقورة بابلية في الأصل المسجد وبارج الملوية كانوا متسلة بواسطة جسر وكان فيها الدعوة إلى صلاة جاءت من في المسجد كان هناك في السيفسة مصنوع من زجاج الأزرق أيضاً كان هناك منهوتات الجسية وزخارف بنتية وهندسية ثم تدمير مسجد أثناء غزو خلاكو خان مغول غزو الأراق وتدمير بغداد وسمارة ميزان القاوة السياسية في الأعلم الإسلامي تحول إلى السفويين في عام 2005 المتمردين العراقين انفجرت كونبلة على المنارة البارج كان المركب لجنود أمريكيون